ولمتابعة آخر المستجدات تنضم إلينا من الخرطوم مرسلة الغد سيهم سعيد سيهم إذن نبدأ ميدانيا كيف هو وضع الشوارع بالخرطوم وما هي آخر المعلومات المتوفرة حول حصيلة الإصابات نعم شروق العاصمة الخرطوم الآن تبدو شوارع أكثر ازدحاما في هذا الصباح والحركة صعبة وبعض الجسور مغلقة نوعا ما وهناك بعض القوات الموجودة عليها أو بعض الإغلاق جزئيا لبعض الجسور عموما حركة السير اليوم في الخرطوم صعبة جدا ذهب الناس لأعمالهم ولكن ليس هناك عمل بصورة كاملة ليس هناك حتى المدارس ليس هناك استقرار اليوم في هذه المسألة طيب هل هذا يرجع لغلق الشوارع والحصول فقط؟ هذا يرجع لأنه بالأمس هذه الحشوذة التي توجهت القصر الجمهوري معظمة أتى من ولايات السودان ومن مدن السودان ومن مدن العاصمة الأخرى إلى الخرطوم بعضهم ليلا لم يتمكن من العودة ليلا إلى منازلهم فبعضهم بقي في الخرطوم هناك ازدحام لعودة هؤلاء المواطنين إلى مدنهم الأخرى من الخرطوم وأيضا يعود لأنه هناك إغلاق جزئي لبعض الجسور في الخرطوم وذلك أيضا يعيق حركة المرور عموما بالأمس هذه الحشوذة الكبيرة التي تقدر بعشرات الآلاف وفقا لمراقبين وصلت القصر الجمهوري ربما في سابقة تاريخية لم تصل كل هذه الحشوذة السودانية إلى القصر الجمهوري احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة ديسمبر وأيضا التاسع عشر من ديسمبر هو تاريخ معروف في السودان يحتفل به كاليوم الذي أعلن فيه استقلال السودان من داخل البرلمان في العام 1955 إذن وصلت هذه الحشوذ بالأمس إلى القصر الجمهوري استطاعوا أن يتجاوزوا الحواجز الموضوع في محيط القصر الجمهوري الحواجز الأمنية والعسكرية واستطاعوا قبلها أيضا أن يفتحوا الجسور برغم إغلاق رسميا استطاعوا أن يعبروا من بحري ومن أمدرمان إلى الخرطوم بيان الجيش تعليقا على مظاهرات أمس السهام كيف هي أصداؤه؟ نعم البيان طبعا هو صادر من المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة طبعا والقائد العام للقوات المسلحة ويعبر عن رؤية أو وجهة نظر الجيش تحدث عن أن هذه الحشوذ رفعت كما قال البيان لافتات أو آراء مختلفة مما يدل على أنهم ليسوا متوحدين وقال إن اتفاق 21 من نوفمبر بين الفريق البرهان وحمدوك هو الاتفاق الذي ينبغي أن يؤسس عليه لاستكمال الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي ويجب أن يلتف الناس حول هذا الاتفاق كما قال هذا البيان عموما بعد أن وصلت الحشوذ إلى القصر الجمهوري وكانوا ينون أن يعتصموا لكنهم انسحوا بعد ذلك لأنه كان هناك تعامل بعنف مفرط معهم بواسطة الغاز المسيل للدموع وما إلى ذلك لذلك تم فضهم من محيط القصر الجمهوري ليلا مع أن قوى الحرية والتغيير أيضا أصدرت بيانا دعت فيه للتصعيد ولكن عموما يعني الوضع الآن يبدو يعني بعد بيان الجيش يبدو أنه يعني الوضع الآن مستقر يبدو أنه تم بالفعل إخلاء كل محيط القصر الجمهوري والقوات الآن تسيطر على كل هذه الشوارع والأماكن مرسلة الغد سيهم سعيد كنت معنا من الخرطوم شكرا لك